إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أرسله ربه بالهدى ودين الحق فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء فهدى به بعض ضلالة وعلم به بعد جهالة ونصح الله به الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في الله وهذا لقاء نود من خلاله أن نتحدث عن شيء مما يحتاجه الناس في مثل هذه الأيام التي تغيرت فيها الأحوال والتي تبدلت فيها كثير من الأمور حتى نخشى أن يصبح الحق باطلا والباطل حقا في زمن المتغيرات كيف لا والناظر في أحوال الناس اليوم يرى كثيرا من الأمور التي يشيب لها الولدان نسأل الله السلامة والعافية ومن أعظم تلك الأمور لا سيما ما يتعلق بالنشء والجيل الذي هو نواة هذه الأمة والذي هو عمودها المتين وأساسها الركين التي أو الذي يقوم عليه جسد هذه الأمة كلها فالنشء والجيل سواء كانوا ذكورا أو إناثا هم بنيان هذه الأمة وهم اللبنة الأولى التي تعتمد عليها هذه الأمة وتقوم عليها هذه الأمة المرحومة فإذا كنا نريد أن تكون أمتنا كما أمر الله وكما أحب الله كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فينبغي علينا أن نحرص وأن نعنى عناية خاصة بالنشء والجيل ذلك النشء الذي تغيرت عليه الأمور والذي جرته كثير من فتن هذه الحياة ومتغيراتها ومدلهماتها حتى صار المتمسك منهم بدينه كالقابض على الجمر كما جاء وصف ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا ونحن نلاحظ ونشاهد ونلمس أن التغير قد مس في بعض الأحيان أس إنسانية الإنسان ذاته فإذا نظرنا في حال الشباب والشابات نرى كثيرا منهم قد تأثر بهذه المتغيرات وهذه الخطوب التي ألمت بالناس في هذه الأزملة المتأخرة فترى كثيرا منهم تأثر حتى في حقيقة ماهيته صار كثير منهم لا يعرف حقيقته وماهيته وهويته التي خلقها الله جل وعلا عليها وقد يتساءل متساءل يقول كيف يجهل حقيقته ولا يعرف ماهيته إذا كان الواحد منهم اليوم قد نرى منهم من لا يعرف كونه خلق رجلا خلق أساسا كرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله رجلا وفضله على كثير من من خلق تفضيل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مناسبة بيّن فيها عليه الصلاة والسلام أن الرجال لهم منزلة أعلى من منزلة النساء ذلك لما جبلوا عليه في الخلقة الطبيعية من كون الرجل أشد بنيانا وأشد شكيمة من غيره من النساء ولهذا قال الله وللرجال عليهن درجة ولذلك إذا كان الرجل قد تختل هذه الحقيقة في نفسه فيصبح عياذا بالله يسير سير النساء ويمشي مشي النساء ويتكلم كلام النساء ويتعامل مع غيره كما تتعامل أو كما يتعامل النساء بعضهن مع بعض فهذا والله لكارثة عظيمة نسأل الله السلامة والعافية أن يجهل الرجل حقيقة وكنه ما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه وفطره عليه من كونه رجلا له صفات الرجال فترى كثيرا أو بعض الشباب في هذه الأزمنة المتأخرة يتأثرون تأثرا عظيما بهذه الملهيات والمغريات وهذه الأمور التي يشاهدونها ويتابعونها في القنوات أو في قنوات التواصل الاجتماعي أو صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها فترى كثيرا منهم يتأثر بذلك حتى يصل هذا التأثر أن يغفل عن حقيقة كونه رجلا عياذا بالله كيف لا وهو الذي يتشبه بالمرأة في مشيته ويتشبه بها في أكلته ويتشبه بها في حديثه وقد يتشبه بها أحيانا في لباسه وهذا قد يشاهد في بعض الشباب نسأل الله السلامة والعافية فمنهم من يلبس لباس النساء الضيق الذي يبرز المفاتنة ومفاتنة الجسد والعورات ومنهم أحيانا من يلبس لباسا يخص النساء كالحلي من ذهب يتختم بالذهب أو يلبس شيئا من الحلي في عنقه قلاده أو نحويه أو سلاسل أو غير ذلك يمشط مشية النساء يسرح شعره تسريحة النساء يزين وجهه بأدوات التجميل التي يستعملها النساء وهذا والله لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب أو إن كان في القلب إسلام وإيمانه بل إن كان ما زال في القلب ذرة من الرجولة نسأل الله السلامة والعافية فإذا كان الرجل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة وكرمه وشرفه وجعل له على النساء درجة ذلك لما جبل عليه من كمال الخلقة وتمامها وقوامها واستطاعته أن يقوم على غيره بإصلاح غيره وإعانة غيره من الزوجات والذريات فإذا كان عياذا بالله ينسى ذلك كله أو قد يتغافل عن ذلك كله فجره تجره هواه وتجره نفسه إلى أن يتنازل عن ذلك التشريف وذلك التكريم فيكون بذلك عياذا بالله قد تنازل عما شرفه وكرمه الله سبحانه وتعالى به فتراهم يمشون المشية التي ذكرنا والله سبحانه وتعالى يقول أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وهو في الخصام غير مبين وهو يصف حال الإناث والنساء أنهن ينشأن في الحلية أن يتزين بالزينة التي تكمل شخصيتهن إن صح التعبير والتي كذلك ينشأن نشأة لا يستطعن معها الخصام والحوار والجدال ونحو ذلك لأنهن خلقن على خلقة تناسب طبيعتهن من الأمومة أو التبعول للرجل فإنهن يحتجن إلى حال وأوصاف في خلقتهن ليس كحال وأوصاف الرجال ولذلك وصفهن الله عز وجل بأنهن ينشأن في الحلية وهن في الخصام أي في الحوار والجدال لا يبنى كما يبين الرجل ولذلك من تشبه بهن في الزينة من لبس الحلي أو لبس السلاسل وغيرها أو لبس اللباس الذي يخص النساء أو استعمال أدوات الزين عياذا بالله أو عطور النساء أو التكلم بالكلام الذي يشبه كلام النساء الذي فيه التكسر والخضوع واللين وغير ذلك مما فيه تشبه بالنساء عياذا بالله فإن هذا من أعظم ما يخدش حياء الرجل ومن أعظم ما يعيبه في رجولته قبل أن يكون ذلك معيبا له في دينه ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري وغيره في صحيحه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات أو المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي لفظ آخر في الصحيح كذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين والمخنث هو الرجل الذي يتشبه بالمرأة إما في لبستها أو في مشيتها أو في كلامها أو في هيئتها أو في زينتها أو غير ذلك من أحوال النساء فهذا الصنف من الرجال يسمى مخنثا عياذا بالله وقد لعن على لسان محمد صلى الله عليه وعلي وسلم وأنتم تعلمون أن اللعن معناه الطرد معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والطرد من رحمة الله جل وعلا بإيذان بأن ذلك من كبائر الذنوب وأن ذلك من الموبقات التي يخشى على صاحبها عياذا بالله لأن ما استوجب اللعن قال العلماء إن كل ما استوجب اللعن يكون كبيرة من كبائر الذنوب والكبائر كما تعلمون توبق صاحبها في النار عياذا بالله إلا إذا تاب توبة نصوحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهذا التخنث أو هذا التشبه بالنساء سواء كان ذلك في المشية أو في الأكلة أو في اللباس أو في الهيئة أو في الزينة أو في العطر أو في أي شيء مما يخص النساء أعياذا بالله من ذلك هذا كله سبب وموجب لأن يوصف الرجل بكونه مخنثا نسأل الله السلامة والعافية وهو كذلك موجب للعنة الله جل وعلا ومن لعنه الله سبحانه وتعالى أن له النجاة نسأل الله السلامة والعافية إلا إن ختم له بتوبة حسنة صالحة توبة صادقة من ذلك الذنب الكبير العظيم الذي ألم به والذي وقع فيه نسأل الله السلامة والعافية فالرجال المتشبهون بالنساء في اللباس وفي الهيئة وفي العادات وفي الطبائع وبعضهم وصل به الحال إلى أن يتشبه بالنساء عياذا بالله حتى في وضع الزينة والمكياج على الوجه ونحو ذلك وغيرها من الأصباغ التي توضى على الشعور نسأل الله السلامة والعافية فيغيرون لون الشعر غيرون لون البشرة بشيء من أدوات الزينة والتجميل التي يستخدمها النساء ويظن هذا المسكين أنه بذلك ترقى في درجات التحضر والتطور والتقدم ولا يعلم هذا المسكين أنه بذلك يكسر رجولته وأنه بذلك يكسر شخصيته ويهدم شخصيته أمام الناس ويسقط من عين الناس قبل أن يكون ذلك سقوطا مدويا في شرع الله سبحانه وتعالى وهو سبب موجب لأن يكون من المخنثين عياذا بالله الذين استيجبوا لعنة النبي صلى الله عليه وعلي وسلم وهذا كذلك يشمل النساء كذلك فإن المترجلات أي المتشبهات بالرجال من النساء سواء كان ذلك التشبه في الكلام والحديث ونبرة الصوت أو كان ذلك في الهيئة والشكل وحلاقة الشعر والتسريحة ولباس لباس الرجال ووضع عطور الرجال ومشت الشعر على هيئة يمشطها الرجال وتسريح الشعور على تلك الهيئة كل ذلك أيضا موجب للعن وهو الطرد من رحمة الله عياذا بالله من ذلك وقد سمعتم في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المخنثين المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال كذلك فكلهما مشترك في اللعنة عياذا بالله وهذا دليل على أن ذلك مما يغضب الله ويسخطه وأنه من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج هذا الصنف من الرجال والنساء من البيوت عياذا بالله فأمر بإخراج المخنثين من البيوت نسأل الله السلامة والعافية لأجل أن لا يتأثر أهل البيت بمثل هذا الخلق السافري الصاقط الذي ينم عن خلل في شخصية الرجل أو في شخصية المرأة المترجلة والرجل المخنث عياذا بالله من ذلك فكل ذلك دليل على خلل في شخصيته وفي رجولة نسأل الله السلامة والعافية لأن ذلك مناقض للطبيعة البشرية وهو مصادم للفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس فقد فطر الله الرجال على الرجولة والقوة وعلى الشخصية القوية وفطر الله المرأة على شخصية المرأة من الرحمة واللين وخفض الجناح والضعف أمام الرجال كل ذلك لما يناسب حالهن في باب الأمومة وفي باب التبعلي للرجل للزوج وغيرها من الأبواب التي تحتاج فيها المرأة بطبيعتها إلى فطرة تناسب ذلك وذلك لا يكون إلا بالانكسار والخضوع وأيضاً اللين الجانب واللين الكلام واللين الحديث وغير ذلك مما يناسب طبيعة وفطرة المرأة التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها ولذلك من حاول أن يتشبه من النساء بالرجال كان ذلك سبباً والعياذ بالله موجباً للعنة الله سبحانه وتعالى لأنه بذلك يريد أن يغير فطرة الله وكذلك الحال في إما إذا كان الرجل يريد أن يغير من حاله إلى حال النساء فهو يريد أن يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو بذلك عياذاً بالله يستجيب وينقاد لأمر الشيطان الذي أقسم على الله سبحانه وتعالى بقوله لأضلنهم ولأغوينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله عياذاً بالله فالشيطان أعظم الخلق حرصاً على أن يغير الناس الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها فمن بدل حاله من الرجولة إلى حال الأنوثة عياذاً بالله فكان من المخنثين أو بدلت حالها من حال الإناث إلى حال الرجولة فصارت من المترجلات فهي بذلك وهو بذلك دون أن يشعر ينقاد ومستجيباً لدعوة إبليس عليه لعنة الله الذي أقسم بين يدي الله أنه يغوين بني آدم ومن تلك الصور التي أقسم عليها أنه يأمرهم بأن يغيروا خلق الله وأن يبدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وها أنتم تشاهدون في بلاد الغرب وبلاد الشرق حال كثير منهم الذين صارت عندهم أجناس كثيرة أجناس وليس جنسين فقط ذكور وإناث ذكور وإناث عياذاً بالله ومخنثين ومترجلات يعني نساء جعلنا أنفسهن رجالاً ورجال تأنثوا جعلوا أنفسهم إناثاً إما في الهيئة العامة أو بقيام بعضهم بعمليات يريدون بذلك أن يغيروا خلق الله نسأل الله السلامة والعافية والعجيب ولا يكاد ينقض العجب من أناس مسلمين هم معنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتدينون بديننا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وهم مع ذلك عياذاً بالله يلهثون وراء أولئك في كل شيء حتى إذا بلغ بهم الحال إلى أن يغيروا الفطرة والطبيعة التي خلقوا عليها وجبلوا عليها لا جروا وراءهم وذلك مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيح لتتبعنا سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وأنتم تلاحظون أننا ووصل بنا الحال أشد من دخول جحر الضب عياذاً بالله من ذلك فهاهم الرجال يلبسون لباس النساء ويتكلمون كلام النساء في بعض بلاد المسلمين وبعض منهم يعيشون أحياناً حتى معنا في بلادنا هذه وإن كان ولي الله الحمد شيء أو نزر يسير لا يكاد يذكر لكنها نواقيس تدق ناقوس الخطر لكي ننتبه كلنا في مكانه وكلنا في مجاله حتى نحذر من أن يقع الناس في أن يصلوا إلى أعظم ما يمكن أن يحصل فيه التغير وأشد ما يمكن أن نقبل فيه التغير وهو التغير في الخلقة والفطرة عياذاً بالله التي فطر الناس عليها فطر الله جل وعلا الناس عليها فإذا كان الإنسان يقبل أن يغير جنسه عياذاً بالله من ذلك فكيف لا يغير خلقه كيف لا يغير دينه وكيف لا يبدل مبادئه وقيمه فهو لما سواها أضيع عياذاً بالله فإذا كان هو يعرف ويشاهد ويلمس نفسه لمس اليد أنه رجل وأنه فحل وأنه ذكر وهو مع ذلك لا يبقي ذلك على تلك الحال بل يريد أن يكون على حال غير الحال التي خلقه الله عليها فينزل بنفسه إلى أن يكون خنثاً عياذاً بالله لا هو في خانة الرجال فيعظمه الرجال ولا هو في خانة النساء فيقدره وتعظمه النساء بل هو بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل عنده في التصور نسأل الله السلامة والعافية وذلك أيضاً سببه ضعف الإيمان عياذاً بالله ومن أعظم أسبابه كذلك متابعة ومشابهة ومجارات المشركين في أحوالهم ولذلك فإن مشابهة المشركين ومتابعتهم والتأثر بهم في كل كبير وصغير من أعظم أسباب ما يورث مثل هذه المشاكل عند الشباب وعند البنات كذلك التشبه بالمشركين والاغترار بهم والنظر إليهم نظرة القدوة ونظرة أنهم أهل للاقتداء بهم لا سيما وقد تقدموا علينا خطوات في أمر الدنيا وتجاوزون في هذه الأمور غير أن ذلك لمن يعرف حقيقة الحياة يعلم أن الحياة ليست أمورا مادية فحسب بل يعلم أن الحقيقة الحياة إنما وجدت هذه الحياة من أجل الامتحان وأن يختبرنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإنما خلقنا ووجد هذه البسيطة كلها وخلق الخلق أجمعون من أجل حكمة عظيمة وهي الاختبار والامتحان أيهم أحسن عملا يكون سببا لدخوله الجنة وأيهم أسوأ عملا عياذا بالله فيكون من أهل النار نسأل الله السلامة والعافية فما خلقنا في هذه الدنيا لنعمرها بالبناء وغيرها من أمور المادية المحسوسة فحسب وإن كان هذا مما يعين على عمرانها بالتوحيد والإيمان وطاعة الرحمن لكن الحقيقة التي من أجلها خلقنا هي أن نعمل بطاعة الله جل وعلا وأن نكون على وفق ما يحبه الله ويرضاه وشرعه لهنا الله سبحانه وتعالى لنكون من أهل الجنة وأن ننجو بأنفسنا وأهلينا وذوينا من النار فلا نكون من أهلها لأننا سرنا على الطريق المستقيم فلذلك قدوتنا في هذه الحياة هم الصالحون من الأنبياء والمرسلين ثم من بعدهم الصحابة والتابعين والعلماء وعلماء هذه الأمة الطيبين إلى يومنا هذا هم قدوة الناس في هذه الحياة وأما هؤلاء الذين كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهؤلاء ليس لنا فيهم قدوة وليس لنا فيهم أسوة فهم أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وهم أضيع الناس لدينهم وهم أبعد الناس عن مكارم الأخلاق وعن جميل الشيم والعادات بل هم والعياذ بالله كأنهم دواب في مسلاخ بني آدم نسأل الله السلامة والعافية فلا يعرفون من الدنيا إلا الطعام والشراب والجماع نسأل الله السلامة والعافية فهؤلاء ننتفع مما صنعوه وننتفع مما اخترعوه لكننا لا نجعلهم لنا قدوات في حياتنا بل قدوتنا الأولى هو النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم الذين أهدى الله فالله فربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين أهدى الله فبهداه مقتده أولئك هم القدوات أولئك هم الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولذلك أيها الإخوة إياك إياك أن تغتر بما عليه هؤلاء فإنما هي حياتهم الدنيا لا يدرون أين تسير بهم الأمور ولذلك أهمهم إشباع شهواتهم ورغباتهم من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك ثم ليس لهم هم بعد ذلك إلا هذا فحسب فلا يكون هؤلاء قدوة لنا ولا أسوة لنا في شيء وإن تقدموا علينا وإن تجاوزون في أمور الدنيا فنحن نعلم أننا أقرب إليهم من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادته جل وعلا فلذلك نحرص كل الحرص على أن نسير خلف كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن كل ما يبعدنا من الله جل وعلا وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمشركين في غير ما مناسبة فقال عليه الصلاة والسلام خالف المجوس خالف اليهود خالف النصارى خالف المشركين في أحاديث كثيرة لا تأتي تحت الحصر كل ذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية مخالفة أولئك لأن المشابهة كما يقول أهل العلم في الظاهر تورث المشابهة في الباطن فإن المشابهة في ظاهر الحال تؤدي ولابد إلى المشابهة في الباطن وأنتم تلاحظون في الحياة أن كثيرا ممن يشابهون بعضهم البعض في لباسهم أو في هيئاتهم أو فيما يحبون من أمور الدنيا ترى أيضا أن ميلهم لبعض أشد ميلا بعضهم لبعض وخلفياتهم ومعتقداتهم وأفكارهم تكون قريبة بعضها من بعض لأن المشابهة في الظاهر تورث وتفضي للمشابهة في الباطن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن تشبه بقوم صار منهم أو كان منهم لماذا؟ لأن التشبه في الظاهر يفضي ولابد للتشبه في الباطن وحينئذ يتأثر الإنسان وتغير ويندم ولا تساعة من دمه فلذلك أيها الإخوة هؤلاء الذين نشاهدهم أولئك المشركون من يهود ونصارى وبوذيين أحيانا وغيرهم في بلاد العالم الأخرى في الشرق والغرب هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا لنا قدوات بل ينبغي أن نكون نحن أمة محمد القدوة للآخرين ولهذا ينبغي أن نحرص على أن نكون ممن يؤثر في الغير ولا يتأثر بالغير لا سيما من كان على غير ديننا لأن أولئك قد يؤثرون فينا من حيث لا نشعر ولهذا هذا التغير وهذه المشاكل التي تحصل عند كثير من الشباب في تأثرهم بتشبههم بالنساء في اللباس وفي الزينة وفي العطور وغير ذلك وفي المشية وفي الكلام تراهم في بعض المقاطع يسجلونها الصوتيات أو الفيديوهات ونحو ذلك أو أحيانا القناوات يظهرون فيها هيئتهم وكلامهم وحالهم يشبهون فيها النساء هم في ذلك متأثرون بغيرهم ممن فعل ذلك وسبقهم إليه من أولئك الكفرة المشركين عياذا بالله من ذلك فإن كثرة المتابعة لهم ومشاهدتهم والتأثر بهم والنظر في أحوالهم والمتابعة لهم الدائمة تورث ولابد وإن كان بعد حين تورث عياذا بالله تأثرا في النفوس فتتغير نفوسنا وقلوبنا نسأل الله السلامة والعافية فيصبح الحال عندنا كما تشاهدون في أحوال كثير من الشباب أو الشابات ووالله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لمثل هذا لمحزونون أن نرى شبابا من المسلمين وبنات من المسلمات نسأل الله السلامة والعافية على حال غير مرضية والإشكال أنهم يجاهرون بذلك وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله قال من يبيت يعمل العمل فيبيت الله يستره ثم يصبح يحدث الناس هذا يحدث الناس وما باله من ينشر هذه الأحوال الرديئة في القنوات أو في صفحات التواصل الاجتماعي نسأل الله السلامة والعافية وها هنا بين يدي أو في خاتمة هذه الكلمة رسائل نرسلها إلى الجهة الأولى إلى الوالدين فهم المحضن الأساس الذي ينشأ فيه الجيل فالله الله في أبنائكم والله الله في بناتكم تابعوهم راقبوهم انتبهوا لهم عودوهم على مكارم الأخلاق عودوهم على الرجولة علموهم الرماية والسباحة وركوب الخيل كما صح ذلك عن عمر أنه كان يأمر الناس أن يعلموا أبنائهم بذلك على الرجولة علموا البنات حب الألوثة وحب الأولاد والذرية والإحسان في التربية للذرية عودوهم على ذلك وركزوا فيهم الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها أيضا رسالة إلى المدرسين والمدرسات الله الله في المراقبة والمحافظة على فلذات الأكبادين الذين سلمناهم لكم في المدارس تعهدوهم بالمراقبة والمحافظة وأيضا رسالة إلى ولاة الأمر ومن ولاه الله شيئا من أمور المسلمين من رئيس أو وزير أو أمير أو مسؤول في أي جهة كانت فالله الله في فلذات الأكباد وثمرة الفؤاد الذين هم سبب نجاة العباد والبلاد إن اعتنينا بهم فهم أساس واللبنة الأولى في هذا المجتمع نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهنا وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا